إن شاء الله نخرين على الموسم رمضاني حافل زي ما مصر دايماً بلدنا عودتنا إنه الدراما المصرية لها طعم مختلف وإنه بلدنا دايماً بلد الفنون ودايماً الوطن العربي كله بيستنى المسلسلات المصرية وبنبقى قاعدين قدام شاشرة التلفزيون منتظرين الدراما التلفزيونية المصرية في رمضان مهم جداً بقى مسألة تناول الأضايا المجتمعية اللي بتشغيلنا لأنه الحقيقة الدراما أكتر أداة بتعبر بشكل كبير عن حقيقة المجتمع فمهم جداً إحنا نتناول الأضايا اللي موجودة بالفعل مش الأضايا اللي موجودة يعني على هامش المجتمع وبتكون حالات فردية لا مهم إنها تم بالأضايا اللي أولادنا يقدروا يتفرجوا عليها وخصوصاً في رمضان ولامة العيلة نحب نقعد نشوف مسلسلات مع بعض كعيلة فمهم جداً إن أنا لقي ده ألاقي أنا كأم قاعدة أنا بأولادي وأبوهم بنتفرج على مسلسل نقدر نشوفه مع بعض فلاهتمام بالقضاء المجتمعية داخل الدراما خط مهم جداً إن هو يكون موجود وخصوصاً في شهر رمضان إن شاء الله كل التوفير لمسلسل علاقة مشروعة وكل المسلسلات القادمة في شهر رمضان